نحن رجعنا للقيصص المتابعين بما أن هذه الفكرة أعجبتكم كثيرا فأجبت لكم البارتي الثانية ولكن إذا لم تفتح البارتي الأولى سوف ترى أحد تشفيه شيء قيصص نظيم كثيرا و سوف يتسافد منهم اليوم معنا شيء قيصص خطيرة كثيرا والذي سفتتهم في انستغرامي وهذا و لماذا نقول قيصص خطيرة؟ سأجد شيء كبير الذي داخل فيها زواج وتلاعب الذي يدام خمس سنوات تصور معي خمس سنين و أنت صبر على شيء ما يمكن فأسمعوا القيصص كاملين و أعطيوني الرأي دي لكم حيث غالبا لا سنقلق على قيصة أو أعطي الرأي دي لها أنا غير سوف نوصلها لكم و أنتم لا تقولوني الرأي دي لكم في التعليقات وبالنسبة للناس الذين يريدون أن يستطيعون قيصصهم يستطيعون لشيء لوجيك وعامقة أو يقولون غير حقيقيين على الأقل حيث هناك مرات أبدأ نقرأ في ذلك ما يأتي و أقول ماذا؟ مهم عندما نطولوا كثيرا سوف نبدأ في القيصص التي لدينا اليوم أول قيصة بونسواغ أريد أن أشارك معك القيصص لي و أتمنى الدوزة حيث يستطيعون أن يكونوا الكثير من الناس عندهم في القيصص مهم أني لدي واحد صاحبتي أنا ويها لم تفارقوش هي سكنة حداية و كمشورة مدرسة بجوج و كنقرأوه في القيصص مهم أن تبقى معي كثيرا لذلك يسحب ليها بما تعرفني جيدا و أي شيء قلتها لشيء قبل أن نقولها لها تأتيها كذبة حيث تقول لي كنترى هذا الشيء بالصح لماذا لم تقلت لي أنا الأولى؟ يعني عند بالها نقول لها كل شيء و مثلا عندما نأتي بنقطة كثيرا منها لا يعجبها لحال و حتى إذا لبست شيء لبسة جديدة خاصة تعرف أني شريتها قبل أن يشوفوها الناس المهم كثيرا و بعض المرات نقول لها شيء نار سوف نقلب عليك و لم تتقيقني حيث ببساطة يسحب ليها لا سوف نقدر واحد النهار قلت سمع راسي و قلت نفكر لماذا نحن أصحابات و لقيت باللي ما شيء أنا التي اختاريتها من الأول غير لأنها طريقنا وحدة و لأنها والدينا أصحاب و كتبقى معي أغلب الوقت يعني كنت عود لها عليا غير لأنها لقيتها معي و صاف و لكن العلاقة لدينا سامة بزاف و توكسيك و فيها الأنانية و فيها الغيرة أنا لم تكن لاحظت شيء حتى قلست نفكر و عرفت باللي الصحبة فيها حدود لم تكن ندوي معها و بدأت تدير الدراما و بلص ما تعيش حياتها عادة و تجعلني عليها فضلت تبقى تقول للناس تخاصمنا و أنا تخاصمت معها بلا سبب في حين أنا تعرفت على صحاب جدا أصلا و نسيتها حتى كنت صاحبتها لم تكن تبغيني نتعرف على الناس أخرين بلا أخبارها خاصة ضروري تعرفهم و تقولتها هي صاحبتهم و إذا كنت تفكرت ماذا لم تكنت توحم على المسكاة اللي يعرفوا يكملوا في التعليقات حتى نعرفوا ماذا أو لا كانت العلاقة معنا في هذه الصخرية كثيرا يعني لم تكن تطيق في القدرات و تفشلني و أنا عارفة باللي أنا كنت أعجبها كثيرا و لم تكن تعترف حتى تقلدني في كل شيء حتى إذا كنت مريضة بشيء و شافت تهتموا بي الناس حتى هي تقول باللي فيها نفس الحاجة المهم بقينا بعاد بالأخبار والدينا لم تكن عارفة ماما لم تكن تفهم قلت لي بنت ضريفة و خاصة تأتي معها في الطريق و أنا فكرت مزيان و لقيت المشكلة فيها حيث أنا اللي خلتت عاملني هكاك و أنا اللي مدرت حدود لراسي و صافي و كنت مشاه معها في الطريق لم يكن هضروف حواج اللي عاديين و العلاقة دينا ستبدل أحسن و كنت عاملها بشيء بنت كان عارفها و صافي كنت بنت تقرأها وتجاوبني و أخي قلت لم تكن قومونتي و لكن بغيت نقول واحدة معلومة مهمة بزاف و هي هذه اللي بنت عجبتني حيث تصرفت بطريقة ذكية و أنها خلت نفس العلاقة و لكن دارت حدود اللي قوين و اذكرت واحدة مهمة و هي حمل واحد كي يكون معا شي ناس اللي هو قاع مختارهم و إنما فقط كي يكون معهم باش مهي بقاش واحد و صافي و كيف يفضل أنه يبقى في شيء عالقة اللي طوكسيك على أنه ما يكون معا شيء واحد و هتشوف الحقيقة اللي غالط بزاف عنده زوديريك تلتاني قصة قصة هذه عدلت عليها شوية باش تكون قائبة للصرد و لكن ما بدلت حتى شيء معلومة اللي مهمة و اللي غادي تأثر على القيصة تعرضت للصدمة للعمر فاش كتشفت باللي الزوج ديالي و بابا نرجيسيين و ماما كانت حتى هي ضحية طوال سنين طويلة أما أنا فكنت ضحية تلاعب و علاقة سامة لمدة خمس سنوات بحكم أن شخصيتي تكونات من طرف أب نرجيسي كتشفت صيفات اللي سهلت أنني انطاح فخ نرجيسية و هاد المرة مع الزوج ديالي ضعف الشخصية والمثالية المفريطة والسداجة المفريطة أيضا حدود شخصيتي اللي ضعيفة تلاقيت معا تسيد هذا و أولا طيباء كان عندي عليه و قبل حتى ما ينطق بشي كلمة و اللي هي متكبر و معا التقاف نفسي كانت ضعيفة أعطيته فرصة و هدرت معاه و أخال الحدث ديالي كان يحذرني منه لمفاجأة أنها متل عليا إنسان متعاطف وحنين وحساس و طيب لدرجة قلت هذا هو التوأم الروحي ديالي وورقني في الحنان والحب و نشوف الوجه الحقيقي دياله إنسان غامض ومتكبر ومكتائب بل غارق في الكتئاب سير بل واحد درجة اللي كبيرة و ديما أنا المخطئة و المبادرة ديال الصلح كتجي مني أنا كذاب و منافق و كيعاني من الطرابات و انحرافات و إدمان الإباحية واتش بزاف صراحة شنو اللي ما فيش الكلام دياله مبطن و مسموم غير نوكتي قدر يصفتلي فيها ألف معنى كي بغي تركيزي يبقى منصب عليه فقط لدرجة حسيس براسي و اللي تتابع عليه السؤال هنا علش بقيت معاها طوال هاد المدة الجواب هو أولا أنا ما كنت عارفة أنني تحت التلاعب و ثانيا كان كيدر لي وعاد كي يعدبني و كيرجع كيف مما كان و أنا كنت عايشة على أمل أنه غير رجع على طبعه اللي وراني في اللول و باللي هادي غير مرحلة نصبر عليها وصافي ومن بعد غادر رجعه محسن كنت حرفيا في دوامة وليتسببات في أنه أو عندي تعلق مراضي به فكيف شفقت الحاجة اللي عتقعتني هي دعائي له بشي فك تعلق قلبي به و ثانيا كان عازلني بشي ما نهضر حتى مع شي واحد وبالتالي ما كانش عندي شي حد اللي في قني ويقول لي راك يتلعب بيك ويسممك حتى دار ربي في طريقي واحد الصديقة الله يجزي أبي خير حاولت تفهم معي المشكيل و في الأخير كشفنا باللي محتمل يكون نارجيسي و حتى إلا افترضنا ليس هذا اول الطراب حيث تشخيص من حق الطبيب فقط فأنا متأكدة باللي كنت في تلاعب اللي خاطر الحمد لله تجربة مريرة بصح غيرت فيها بزاف دي الحويج أرضو بلكم راحنا محاطين بالمرضى والمطاربين يرحلوا عينيكم وعقولكم وغتلقوهم ضايرين بيكم بالنسبة لي اخديت قرار الانفصال ندعيه معي أن تفك منه ومن شره وشخصيتي تطورات و تحسنت بفعلات الصدمة هذه و انا الحمد لله فخورة بنفسي جديدة و شكرا لك على وقتك شكرا للي كنتي على القيصة ديالك و بغيت نعرف كل واحد الرأي دياله في هذه القيصة خصوصا و ماذا كنتي غادي تديرك و كنتي بلاصد البنت هذه ستقرار كومون طيرات ثالث قيصة من عنده واحد دري القيصة اللي وقع عليها صعيبة شوية كنت في علاقة مع واحد البنت و كنت كتبت لي باللي رأيها كبيرة و قارية و عارفة رأسها كيف تدير صافي عني بقلينا غير الحلال و قررتني العقلية الزوينة دياله و مع انا خدام بعيد عليها قلت لي مشي مشكلة انا معاك حتى نجمعه و نعيشه بجوج و قاعدك الخضرات الزوينة و كنت كتبتني بوحد طريقة لي ما تصور صافي عني قلت هذه البنت اللي بغيت تفكر مزيان وتبغي لي الخير و نقدر نكمل معا حياتي بلما نمل منها و قلت لي باللي رأيها جامعي ستتخلى على هذه العلاقة و أعطيتني وعد دازت 9 شهر زوينة كثيرا بحل العسل و قليلا السيدة بدأت تطلع شيء بشوية بشوية و من كتبغيش تبيلي و أخيانا كنحس بها شيء ما بقيت شيئا ما كنت نسوي لها ما كتجاوبني كتقول لي غير والو والو و كنت كنت ندير لها الخاطرة كثيرا و اللي بغيتها ديالها و كنت نناوي في هذا العام نمشي لدارهم و ندخلها على سنة الله و رسوله و هذا الشيء اللي ندير في بالي و باللحة هي ستكون على قد هدرتها و كنت هدرها خداعاتني و أنا أخوي من نوع الذي هدركها تبقى لي في بالي و أنا فشكا بدأت تريكي لها و أقول لها و كنت تبدلتها و الهتمام لك نقص و بدأت تصوك و بدأت تقول أنا تتعصبني هذه الكلمة و كنت تتعصبني و كنت تقول لي أنني تبدلت حتى الوحد للحظة و يتقول لي يجب أن ننسى لي وقت شيء حيث أنا قلبي برد من جهتك أنا لم أفهمت أولو حيث ردتني بحلة أنا اللي دير الفوت و بقى في الحال حيث اجدرتها حس براسة تحشات لي حيث أنا كنت ديرها فقراسي و هي اللي كانت لا أعرف شخص ما ندير ذا و اللي ديما مقلق و مع الصب و لم تبقى تحلالي خدمتي و عندما لم تذهب كنت تفكر ذلك الشيلي كامبيناتنا و اسميتها كنت نسمعها في أي بلاصة صراحة هذا مثال كبير على كيفش أي واحد بشكل ما كنت تحسبه قريبليك يقدر يقلب عليك في أي لحظة و خاصك تعرف بالله راه هي اللي خسرتك ليس أنت اللي خسرتها و أيضا هاتتجربة هذه خاصة تأخذها كدرس حتى شفاش قلت لي أي هدركة تقالليك كتطيقها هنا شعلات عندي واحد البولة حتى لو بغيت يتحافظ على راسك و على المينتال هيلث ديالك ديما خلي واحد واحد في المياه دي الشيك في راسك باش ما تصدمش في الأخر قبل ما نسألت فيديو هذا بغيت نقول لكم شكرنا بززيف على 90 ألف أبوني شيء قابل لأنني نحققها فشكرا بززيف لا تنساش تشوف البارت الأولى و اللي هي هذه و أيضا قولوا لكي يجاكم الفيديو و واش تبغيوش ببارت و حدا أخرى و نشوفوا في فيديو جديد و بيس